وأنت تعلم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق لك بشرى في صحيح مسلم من حديث عمر الخطاب ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية وزاد عند الترمذي اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله أكبر عمل يسير جدا تأخذ هذا الأجل الجزيل العظيم نعم تتوضأ وضوء على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تم الشروط والفرائض والسنن بصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ثم تشهد الشهادتين وتقول اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفتح لك أبواب الجنة الثمانية